السلام عليكم كم جميعا؟ ان شاء الله ستكون الحلقة الثانية ضمن حلقات معلومة على السريع نتحدث عن النت ونتحدث عن مجموعة من الحقيق أو مجموعة من التواريخ بالنسبة للنت مثلا على سبيل المثال سنتحدث عن مجموعة من الحقيق ومجموعة من التواريخ بالنسبة للنت طبعا هنأخذ فاصل ونرجع ونبدأ حلقتنا على طول رجعنا يا جماعة بعد الفاصل ونبدأ بسنة 1969 وسنة 1969 يعتبر بداية ظهور النت طبعا البحث المتقدم كان في ذلك الوقت اسمه شركة البحث المتقدم وده كانت تقاصرة على وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون سنة يا جماعة 1973 يعتبر التاريخ الحقيقي لولادة الانترنت تمام؟ سنة فالحرب كانت قبل الحرب تقريبا بشهر أو شهرين بعد كده سنة 1976 يعتبر أول ميلة بعد كان من الملكة إليزابيتس الثانية ملكة بريطانيا بعد كده كان سنة 1981 كان السماح بتخول وتأسيس الشبكة شبكة النت في الجامعية طيب بعد كده كان سنة 1983 انشاء يا جماعة حاجة اسمها اللي هو المجال اللي هو مثلا ايه مش عالف www.eg.edu .gov.org و وسنة 1990 تعتبر السنة دي فريقه 1991 ليه؟ عشان السنة دي يا جماعة يعتبر أصبح الانترنت متاح للناس كلها لعمة الناس لعمة الشعب قبل 1991 ما كانش مسموح طيب وسنة 1992 سنة 1992 دخول للنت الصوت والفيديو ما كانش فيه قبل كده لا فويس ولا فيديو وطبعا يا جماعة سنة 2004 2005 ده تأسيس أشهر موقعين اللي هو اليوتيوب والفيسبوك طيب عايزين برضو يا جماعة نقول كده شوية حقائق ايه هي اول دولة عربية استخدمت النت؟ اول دولة عربية كانت تونس الإجابة تونس كالعادة 1991 تاني دولة كانت سنة 1992 كانت الكويت مصر فين؟ مصر مع الإمارات 1993-94 أواخر 1993 أوائل طيب ايه أسرع نت في العالم؟ أسرع نت يا جماعة موجود في العالم في كوريا الجنوبية بيوكورب الوان جيجا طيب ايه أسرع نت مثلا في الدول العربية؟ الإمارات وقطر أسرع دولتين عربيتين في الإنترنت مين أول دولة أسيوية استخدمت النت؟ احنا قلنا كده كده أول دولة عربية وأفريقية اللي هي تعتبر تونس طيب أول دولة أسيوية كانت اليابان ومعاها على طول كوريا الجنوبية هذه هي معلومة سريعة جدا بالنسبة للنت وتاريخه وشوية معلومات عنه انتظرونا إن شاء الله عن حلقة قريب جدا عن الديب نت النت العميق المزلم الأسود كل دي مصطلحات لي وهتبقى حلقة قوية جدا وهتبقى صوته الصورة إن شاء الله السلام عليكم